وما تخبش على الأهلي طول ما الأهلي حتى لما يتعثر بيعرف يدرس كويس أوي أسباب هذا التعثر لا بيتأثر بالأصوات الشديدة اللي بتحاول تفسر تعثره إنه هو مواد تام ولا أيضا بيزغي إلى من يحاول أن يقنعه إنه ما فيش تعثر لا فيه تعثر بس إيه هي الأسباب والكبوة دي حصلت ليه وإزاي يمكن تفديها وإزاي يمكن التعامل معها بحجمها الطبيعي هو ده المنطق اللي تكلم بيه حسن مستكاوي في مقالتين عرضنا لكم المقالة الأولى في الشروع والمقالة التانية بيستعرض فيها ظروف الأزمة نفسها اللي الأهلي مر بيها وكلها ظروف موضوعية قلتلكوا ربما مع الغضب ومع الزعل من الأداء والنتائج خلت الناس شوية مش عايزة توقف عند الأسباب بيقول حسن مستكاوي بعد ما بيستعرض أسباب الهزة اللي حصلت برغم البداية اللي الموانس عادلي أشار إليها إن الأهلي بدأ الموسم بداية نارية قوية وفوز كبير متتالي قال مع نهاية الدور الأول بعد أن زاد متوسط عدد المباريات التي خضها نجوم الفريق الأساسيون وتراوحت بين 65 و 66 مباراة وبين 52 و 55 ومباراة نتيجة اشتباك اللاعبين في بطولات سابقة ولاحقة زي السوبر الأفريقي والمصر والدوري والكاس وأفريقيا بطولتين وكاس العرب وتصفيات ونهايات كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون وتصفيات كاس العالم 2022 وخلال الفترة من 19 إلى 22 حقق الفريق ست بطولات لكنه فقد كاس مصر وفقد الدوري وخسر كاس السوبر بيقولوا كمان خسر الأداء الجماعي وده النقطة الخطيرة وفقد الشخصية القوية التي يعرف بها الفريق على مدى تاريخي هل الأهل فيه أزمة مازال السؤال من حسن المستكاوي بيقول بداية الدوري كانت جيدة لعب الفريق 15 مباراة فاس في 13 منهم وتعادل مرتين مع فيوتشر وجون ثم بدأ التراجع الفني لسيما مع بداية الأسبوع 16 اللي شاهد التعادل مع طلاع الجيش لتستمر سلسلة التعادلات وتصل إلى 6 على التوالي مع سيراميكا والإسماعيل والبنك الأهل والزمالك والمأولين ما أفقد الفريق فعليا فرصة أولى في المنافسة على لقب الدوري وأعقبها فرصة تانية أهدرت بالتعادل مع الزمالك في الشوط التاني بعد أن كان الفريق متقدما في الشوط الأول ثم أهدر فرصة ثانية بالهزيمة أمام بيراميدز ولا تحسب الفرصة الثالثة التي تعادل فيها الأهل مع فرق ومع إيسترن كامبني فقد فات الأوان بعد فوات الأوان السباق وبيرجع يتساءل هل الأهل في أزمة الفنية نعم والإجهاد والإصابات غير المفهومة أحد الأسباب لكنها ليست كل الأسباب فالتعادلات الستة وعدم الاستفادة من تعصر المنافسين يرجع إلى إدارة مباريات الفريق وعدم إراحة بعض النجوم والإصرار على إشراقهم رغم حالة الإجهاد مثل السلية وفتح بجانب حيرة الجهاز الفني بين الطرق اللعب فهل الأفضل أربعة اثنين ثلاثة واحد ولا ثلاثة اربعة ثلاثة إن طريقة اللعب في أبسط تعريف لها هي تنظيم قوى الفريق أي التشكيل على الوجه الذي يمكنه من أن يؤدي الواجبات المحددة التي توضع له وبيقول قائمة الإصابات خلال الموسم ضمت بشكل غير طبيعي عدد كبير وسمعهم وبيقول أيضا كانت قصة التعاقدات الجديدة التي لم تستمر أو استمرت ولم تقدم شيئا أو لعبت ولم تحقق ما تستحقه من قيمة التعاقد هل صحيح قصة خاصة بمعظم فرع الأندية المصرية لكن لا يجب أبدا أن يكون الأهل فصلا في تلك القصة ومن عنوين هذا الفصل أليو باجي وولتر بواليا وميكي سوني وبرستاو وآخرون تلك القصة تستحق أن يكون لها مقال آخر إن شاء الله يعني هو الحياة الإصابات وعدم الاستفادة من التعاقدات لا وعدم إدارة الفريق بالشكل اللي يخليك تستفيد من كل العناصر عشان ترايح البعض ربما كانش حصلت الإصابات ربما كانش حصل اللي جاءت أنا قلتلك إن موثماني بعد كاس العالم للأندية أو حتى قبل ما يسافر بطريقة كلامه وطريقة حواره في المؤتمرات قلتلي الراجل ده بدأ يتغير قلتلك مش ده موثماني مش ده شغف موثماني مش ده تركيز موثماني موثماني في دماغه حاجة أيوه أنا فاكر دي قلتلك قلتلي الراجل ده تغير وأنا حاسس بماغه فيها حاجة حتى أنا لما قابلته في دبي فأبو ظابد كان ده الهاجس اللي عندي كنت عايز أقوله فيه لما خاطفك من قدام أنا ويهاب الخطيب وقال لك ما يفاظر قلتلي إيه 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 قال لي طبعا قلتلي على كل حال آآ مصر الموثماني بلاش الانسياق الزايد مع الإعلام ومع المؤتمرات الصحفية وإنك بتخلق نقط ما تسألتش فيها وبيتجاوب على سيلا ممكن تقول مش حاجة عوبها أنا كنت عايزه يبتدي يقول لي أصل في أصل ما قالش قال لي جود أدفايز خبني على قد عال لكن هو في دماغه حاجة هو ربما يكون فوجي كمان إنه خاد المركز التالت ما كانش عامل حساب دي فبدأ يعني طب وليه أنا ماخدش اللقب التالت بينه وبينك لو كان خاد اللقب التالت الراجل ده كانت صنف على مستوى العالم طبعا هو كان يقدر أه كان يقدر بس هو ما اشتغلش على دي هي الفكرة كلها إنه برضو بقى بين نارين هو أنا أكتفي بما قدمته واستثمره ولا أخذ المخاطرة ولذلك لما خسر قرر أن يكتفي وقعد في المغرب ما رجعش ولما رجع رجع بقرار ما أعلنوش بس لما قال لهم فوجي إنه هم متمسكين بيه فوجي هو جي على طول قال لكابتل الخطيب والأستاذ ياسير منصور أنا عند ظروف شحية مش أكامل ده تاني مر ده هو بالليل ما قال لهمش بكده لا الكابتل الخطيب قال له إنه لما جي من المطار عليهم ده الجديدة اللي قالها الكابتل الخطيب في الكلمة الأخيرة أو في المؤتمر الأخية جي من المطار على الاجتماع مباشرة حداشر ونص قال لك فاجئنا طيب أنا مش قادر أكمل في الاجتماع بقى قال لنا عايزة أرتاح وأنا مرهق وأنا 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 فقال له خد فرصة 24 ساعة قال له خد فرصة عشان أنا أفضل أنك تكمل لآخر الموشون بعدين نتكلم قال له أوكي قال له حنتقابل بكرة في التمرين ما جاش فهو كان قد قرر عشان كده بقولك لأن لقى إن الاستمرار ربما يكبدوا مزيد من خسار خسارة الرصيد ما هو زي بقولك كده اللي قال يعني بيبتدي بعشرة من العشرة تخسر بطولك يلي خسرت بطوله وضيعت علينا كذا كلنا بنقلم لأننا ما تعودناش وأفهم فرحة اللي حقق إنجاز جديد يعني الفوز مرتين لزمالك إنجاز مهم ومن حق جماهيره تفرح جدا 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 بدون إساءة حتسيح حتى يعني الدنيا سلف ودين مش عندي أنا ما بحبش الطريقة دي لكن اللي حيحصل ده أنا كنت حتى لما جمهور الأهلي بحافل كنت بقولك إيه التواضع تواضع عند الناس لأن أنا مش حافظة الكاسبات وما يصحش إن أنا أؤذي واحد ومش أعرف فيتربص بي بمجرد كبوتي وهو يفوه وهي دي الأزمة والناس خايفة من التحفيل لا هزاين بقى ولا الكلام ده كله خايف إن التاني حفل عليك نحن مش عارفين نزم البيت ده دون مش عارفين إيه والطرفين كده طبعا من الآله أسعد حظا لأنه قال لما يحفل عليك لكن لكن حيتحفل عليك هو أنت كاسبان خليك منتشي ومتواضع لا شموخ يعني هارلك هارلك واخد بالك أما فكرة إنك تعمل ممر شرف الخسران دي مش روح رضية ده هي العكس بتاعتي تعمل لما الثاني يعملها للأول دي روح رضية هي تكريم للبطر لما الأول يعملها للتاني ده ممكن تكون نوع من المكايدة هي وضعات طبيعي إنه الفريق التاني بيعملها للبطر فما تعملها ليش عرفانا وتهنئة ما تسميها ليش مسميات تاني انت عايس أعمل لي الشرف للبطل أو أنا في ماتش لا يعنيني كرمت البطل أعمل له ممر الشرف بالضبط هلأ أي حال شوف أستاذ إبراهيم هو اللي حصل بالسيتي مع الليفربول إن الليفربول بطل والسيتي بيعمل له ممر ما حصلش العكس هناخدوا الأمور بحسن نواية لكن احنا بنرجع الأمور أنا خليني أرجع للمضمون لأنه الحقيقة الأستاذ حاسم السيكوية شارل النقطة مهمة قوي أنت جبت صفقات ما عرفتش تستفيد بيها وإنت رجل يعني الشخصية التاريخية للصفقات في الأهل وكرة مصرية هنا الصفقة أو اللاعب الجديد بترشحوا اللجنة الفنية في النادي بيوافع عليه المدير الفني مش كده ما بيحصلش أبدا إنه الأهل بيفرض لاعب على المدرب لا وحيانا المدرب هو اللي بيطلب لعب وحيانا المدرب اللي بيطلب أنا برضو فكرة إن أنا أفضل شغال على المنافسة القديم بتاعي إن أنا جبت اللعبة والمدرب هو حر يلعب اللي يلعبه ما يعيبش اللي ما يلعبهوش بدون مراجعة حتى كل مرحلة هنا كانت النتيجة الأسماء اللي أشار إليها الأستاذ حاسم المستكاوي يعني من المشكة واحد واحد ريني فايلر طلب أليو باجي طيب بالمواصفات اللي هو عايزها ووافع عليه ورحب به وانبسط إنه جاه طيب جيبت سمو سيماني مش عايزه مش عايزه نقف آه وفايلر لما جاه كان وليد أزارو ومش عايز وليد أزارو هدف الدوري اللي كان كارتيرون عايز ما شاء فايلر آه وولتر بواليا برضو نفس خلينا بس واحد واحد آه طب وهو قال يو باجي ممكن ما يبقاش اللعيب صاحب النكهة المهارية لكن هو العيب مهم جدا وسريع جدا بدليل إنه لما راح في أوروبا نجح نجح في فرنسا دلوقتي ده النادي اللي استعارو واشتراهم اللي قالي جاي له عرض كبير فيه وحييجي لأني ده نوعية نوعية الكورة أيوة الحديث آه الكورة دلوقتي مش بالمهارة بس آه عكسه مين آه بيرسي تاو آه كله مهارات آه وبرسي تاو لما جاه أنت انبهرنا به آه آتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تاتتتتتuttتتتتتتطة تاتتتتتتتتتتتتتتتتُه إيه ده مين ده آه إنبهرنا به عفرة العلبة وفجأة أصيب رجعنا من أول السات عدي تكون راجع بقى مشكلته هنا هو دانا يعني يعني عالا التوقع عالا توقعات النادي لما رجع ما داناش نفس المستوى لكن كان كويس يعني كما تشوفه في الملعب كل حتة بيتحرك وبيجري بيلعب وبيصنع بواليا بواليا لما جينا نتكلم بعض أظهره ممشي وبجي ممشي ولا كان أظهره بواليا طب هو بواليا ده نجح مع الجونة جدا مش ناجح ده أنت كان كل مصر بتتكلم هو ده الفروي أيوة والأهلي بقى لو عايز هو الراجل ده وكلنا بنقول ما تدورش مين وشمال هو الراجل ده هديك شايفه وجاب جوان بكل الطرق بالهد بالرجل بالضبل كيك بالطرقيصة ما سابش مهارة ما جابش بيها جوان وعافي وسريع وقوي ومناضل ومقاتل حلو جدا كل السمات فيه بس لما جي النادي الأهلي إيه اللي حصل اللي حصل جه محوهينا النقطة يا أستاذ إبراهيم إنت لما تجيب لعيب قوي جدا وعندك لعيب قوي جدا أنت بتخسر واحد على حسابه واحد أنا أذكر أن أنا لما جبت إيمونيكي إيمونيكي إيمونيك دي سيلفا اللي جبته من تونس اللي جبته من تونس لعيب مهارة جدا دي الموريتاني وكان في التمرين كسر الدنيا والجسيه حطه ما بيبتديش منه أه حد شاه نزل أكل الأخضر واليابس انفجر انفجر ليه لأننا لما يكون أنا جيبه واحد ولعبه تاني يوم على الهدف بتاعي طيب الهدف بتاع دا حيحصل له إيه فالجمهور ما قبلش دي يعني قدمته في أسوأ ظرف شريف كونه ما تشيجب لك كون فروحت مقعد وملعب دا مقعد شريف مد وده ياخد ما جيبش دا ياخد ملعب التوفيق بقى خناه التوفيق فالناس ابتدت تتحامل عليه وتسحب منه الثقة لأن هدفها اللي بيحبوه ما فيش معنى النوتريكن فكانت طريقة تقديمه ظلمة له ولينا يبقى ميكسوني أنا من ساعة إصراره على ميكسوني يمشي أجاية لحد أجاية كان عندنا أحسن محترفين في مصر كان عندك أجاية كان عندك علي معلول كان عندك ديانج كان عندك جيبت بنون هم يدي صفقات مضروبة وانا صفقات قوية جدا لكن أنا ماشي أجاية فالناس قرنت أجاية طبعا حصلوا ضروبوا ما كانش ماشي صح خلاص خلينا نجيب من الآخر ما كانش ماشي صح بس مش مارمي طبط انت ما سدقت ما حاولت تزبطه وجبت ميكسوني ميكسوني بقى جاي بيتقارن بمين هنا النقطة بقى جاي أجاية ده كان رجل ما خزلكش أبدا ما خزلكش حتى لما كنا في كاس العالم اللي خدنا الثالث أول مرة مع موسيماني هو كان نجم اللقاء أمام بالمراس وجاب جنوة لغة لعب كبير فالحقيقة الملابسات بتاعة الأجانب يا بتنجح بتفاشل باجا أقول لي إيه ما هو إيبوكا طيب ما هو ما هو أنت إيبوكا ده وجاب كذا جونه خلاص لكن هو في أمبي لو قاعد مطشن ثلاثة يا لبخ ما فيش ضغط عليه لا وهي طريقة اللعبة وطريقة المنافس لأنه أمبي مثلا كل الفرق وحتى الجونة أنت بتلعب في مساحات واسعة أنت المهاجم اللي جي لك بيتحرم المساحة محتاج المهارة الأول فأنت عايز الجماعية الشديدة والسرعة الشديدة ولذلك تجد الأهل وهو كان أقوى جوم لحد الأسبوع مثلا الثلاثين كان أقوى جوم بس مين هدفينه ما تلاقي همش ضمن الخمس هدفين الأول كل الفرق بيجيب الجوان صحيح اللي بيقول لك الفرق عقيمة لا ما كانتش عقيمة لكن هي في الآخر في الآخر أنت إزاي نقدر ما نكررش خطأ يعني أنت من بين المطرقة والسندان أنت عايز تدي الحق الكامل للمدرب وعايز تلفت نظره أنه ما يكررش الخطأ اللي هو الاكتفاء بعدد معدول أنت لأول مرة في اللعبة الأساسية بتاعتك خدت فطرة راحة لأول مرة من ثلاث سنين أو أربع سنين فربما نشوف مع عودة المصابين وإعدادهم جيدا وتبتدي الموسم أن عملية التدوير تمشي صح لازم أعتمد على على الأل 22 لعيب ويبقى فيه خط استراتيجي واضح للدهاز زائد زائد الدعم يكون فعلا بلعيبة موجهة هتضيف بلعيبة إحنا كان قوة النادي الآلي لحد الدور الأوليلي بيقولك أصل الآلي عبدو دكة مش موجودة في أي نادي قعيبة فجأة دكة كسرت فأنت لازم ترجع للمشهد ده سواء بدع سواء وبعدين أنت تبقى عندك الأمانة أنك أنت تقيم تقييم سليم أنا حاول ده دور الإدارة والجهاز الفني زائد التصعيد من الناشئين لازم يكون فعلا بجرأة وحكمة بجرأة وبحكمة اللي سعاده وربنا يكرمه أكمل معاه أكمل معاه ياخد فرص حقيقية طبعا أحوله بقى أنا معودش أعد مطشات لمحمد محمود لا أنا عايز أعدله دقائق مش مطشات مع عشرين مطش بيلعب لي فقوله مطش تلت دقائق ما عملتش حالا أنا عايز أرجعه بجد إيه مش عايز أرجعه بس أنا عايز حتى كتفرصة إنه يينطق يخليني أنا أخد خرار يعني ما ياخد مساحة وقت خلاص أنا عملت اللي علي البقى كان عليه هو نخش بقى على الجزء الأهم اللعيبة اللعيبة لازم تنسى ومن أول السطر وترجع لنهم وجوع الجوع اللي كانوا جوع للبطولات ما تعيش على ذكريات يا ما عملنا ومشتمر في حد شيبك من الكلام ده الناس اللي بتهاجم وأنا ضد دي جدا جدا هتحطك على دمخة من فوق وهي فرحانة وأنا ضد دي برضو ماهنا ضد التطرف أستاذ إبراهيم فيه المديح التهليل العالي والتهويل الشيلي ولا أنا وديتك الأمثلة قلت لك أعمال عبدالدد أنا خوفت علي ولا ما أنتلاك شيء صحيح ووجهت له رسالك قد إيه صحيح لأن أنت لعيب إذا تقلق محتاج يحافظ على نفسه راب ويعني يبتدي يتقلق أماشة تانية أماشة تانية بتعليته عن كل فعايز يبن بالسمران وماشة تانية فيعمل الحاجة التانية اللي مش مطلوبة منه اللي ما تنجحوش كالعيب صحيح أنا ده لقي أني بحب عبدالقادر بحب محمد عبد المنم وبحب زيادة اللي أنا خايف عليه من كتر التقييم المبالغ فيه خامة كويسة رعفة خليل ما شفناش منه حاجة لكن شفنا منه اللمحات مش عايزين نعدنا تمادة في الكلام